أعلن مصدر مصري رفيع المستوى انتهاء اجتماعا ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مؤكدا تمسك مصر خلال الاجتماع بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفع حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى كما أضاف المصدر أن الوفد المصري أكد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وشدد على تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا تشمل وكفة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقودا عقود طويلة وما زالت مصر تحمل على عاتقها مسؤولية حل القضية الفلسطينية باعتبار أن الأمن العربي كل لا يتجزى ومؤخرا ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي أبت مصر أن تقف متفرجة على ما يحدث تجاه الأشقاء فحشدت العالم حول قضيتها المركزية وعقدت قمة القاهرة للسلام لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء وتوصيل المساعدات إليهم والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية الجهود الدبلوماسية المصرية توصلت شرقا وغربا وعقدت المفاوضات المتتالية في القاهرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة تنهي الحرب مع وسطاء من قطر والولايات المتحدة في هذا الإطار الذي رسمته مصر منذ اندلاع الأزمة خرج الرئيس الأمريكي جو بايدن معلنا مقترحا إسرائيليا جديدا بثلاث مراحل بايدن دعا حركة حماس إلى الموافقة على عرض جديد من إسرائيل لإطلاق صراح المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس الأمريكي أكد كذلك أنه بوقف إطلاق النار سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بأمان وفعالية في القطاع في المقابل أكدت مصر دعمها لكل جهد يستهدف إنهاء العدوان على قطاع غزة وتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين وضمان النفاذ الكامل والعادل للمساعدات الإنسانية دون عوائق واتفقت القاهرة وواشنطن على مواصلة التشاور والتنسيق لمواصلة الدفع تجاه إنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة وفي بيان مشترك دعت مصر وقطر والولايات المتحدة كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس جو بايدن البيان المشترك أكد كذلك أن المبادئ التي يحتويها المقترح الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف معا في صفقة تخدم المصالح المتعددة ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة المقترح الأمريكي لقى استحسانا من قادة العديد من دول العالم حيث وصفوا خريطة الطريق التي أعلنها بايدن بالواقعية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر ورغم تلك الجهود الدولية إلا أن التعنت أصبح صفة تلازم الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلن على لسان رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة قبل تدمير حركة حماس حسب قولة وظهرت للسطح من جديد الخلافات الإسرائيلية الإسرائيلية ففي حين حث زعيم المعارضة في إسرائيل يائر لبيد نتنياهو على الموافقة على المقترح الأمريكي إلا أن وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف هدد بالانسحاب من الحكومة الإتلافية إذا مضى قدما في مقترح الهدن الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن موسيقى